بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلتي الأستاذ شريف الشريف بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الإبتدائي اليوم يا مبدعين لدينا اختبار منتصف الفصل الثاني عشر أسعدكم الله فكرة هذا الدرس تقويم لدروس الفصل السابقة بارك الله فيكم ننطلق بارك الله فيكم مع هذه الأسئلة كل سؤال من هذه الأسئلة سأقرأه لكم سأذكركم بالدرس المتعلق به هذا السؤال ومن ثم أترك لكم مجال للحل ونعود بعد ذلك لنحل هذه الأسئلة مع بعض جاهزين يا مبدعين أسعدكم الله أوجد محيط كل مضلع مما يأتي ولدينا هنا السؤال الأول والثاني عبارة عن مضلعين كل مضلع محدد لك فيها أطوال هذه بارك الله فيكم المضلعات المطلوب منك إيجاد المحيط هل تستطعون يا مبدعين؟ أذكركم بحاجة حدد نوع بارك الله فيكم المضلع حتى تستطيع أن توجد محيطة أسعدكم الله تفضلوا يا مبدعين اشتركوا في القناة هيا مبدعين استطعتوا تحلوني السؤال الأول؟ بارك الله فيكم يلا نحل مع بعض أسعدكم الله ونراجع إجابتنا الشكل هنا بارك الله فيكم في السؤال الأول ما هو؟ هيا مبدعين مربع بارك الله فيكم من يقول لي ليش يا أبطال؟ لأن طوله مثل عرضي صحيح صحيح أم لا يا أبطال؟ طوله مثل عرضي إذن بارك الله فيكم جميع أضلاع هذا الشكل كم أطوالها؟ هنا خمسة سانتي وهنا كذلك خمسة سانتي إذن هنا كذلك خمسة سانتي متر وهنا كذلك خمسة سانتي متر طيب يا مبدعين إذا رغبت أن أوجد محيطة ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم أجمع أسعدكم الله أطوال أضلاع هذا الشكل إذن راح نقول خمسة زائدا خمسة زائدا خمسة زائدا خمسة كم يكون الناتج؟ بارك الله فيكم عشرون أسعدكم الله عشرون ماذا يا مبدعين؟ عشرون سانتي متر إذن نكتب هنا الإجابة هي عشرون سانتي متر أسعدكم الله وهذه إجابة السؤال الأول سهل ولا صعب يا مبدعين؟ بارك الله فيكم طيب يا مبدعين السؤال الثاني حددوا نوع هذا الشكل أو نوع هذا بارك الله فيكم المضلة ومن ثم أوجد محيطة تفضل يا مبدعين هيا يا مبدعين وصلت للإجابة أسعدكم الله طيب من يقول لهذا الشكل؟ ما هو؟ مستطيل أسعدكم الله طيب نتذكر في المستطيل أن كل ظلعين متقابلين متطابقين صح ولا لا يا مبدعين؟ إذن هذا الظلع طوله 18 متر الطول الظلع المقابل له كم؟ 18 متر أسعدكم الله طيب هذا الظلع طوله 10 متر إذن الظلع المقابل له 10 متر أسعدكم الله أبناء بناتي الآن حددنا أطوال أضلعه طيب محيطة أجمع هذه الأطوال صح ولا لا يا مبدعين؟ طيب إذن 10 زائدا 18 زائدا 10 زائدا 18 كم ستصبح؟ بارك الله فيكم هيا يا مبدعين 18 زائد 18 كم يا مبدعين؟ 36 نضيف عليها عشرة 46 نضيف عليها عشرة أخرى 56 إذن نكتب هنا محيط هذا الشكل 56 الوحدة ما هي؟ سنتمتر ولا مليمتر ولا كيلومتر ولا متر ما رأيكم؟ متر يا مبدعين لماذا؟ انظروا إلى الوحدة هنا متر هنا متر 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 إذن المحيط سيكون كذلك بالمتر إذن محيط هذا الشكل 56 مترا بارك الله فيكم سهلا ولا صعبة؟ أسعدكم الله ابنائي و بناتي الآن نمسح و ننتقل إلى السؤال التالي اختيار من متعدد إذا أرادت رانيا زراعة أزهارا حول حوض مثلث الشكل و كانت أبعاده 1 متر 2 متر 3 متر فما محيطه بالسنتيمترات ما رأيكم يا مبدعين؟ هذا السؤال بارك الله فيكم متعلق مباشرة بالدرس الأول من الفصل الثاني عشر إيجاد المحيط تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد متر اثنين متر وثلاثة متر محيطه بالمتر كم يا مبدعين اجمعها واحد زائد اثنين زائد ثلاثة كم ستصبح ستة امتار صح ولا لا طيب انا ابغل محيط بالصانتي متر مني الذكر يا مبدعين من وحدة كبيرة الى وحدة صغيرة ماذا نفعل اسعدكم الله نضرب طيب المتر كم به من صانتي متر به مئة اذا سأضرب في كم في مئة ستة ضرب مئة كم تصبح ستمائة صانتي متر بارك الله فيكم اذا الاجابة هي دال اسعدكم الله ابنائي وبناتي سهلا والله صعبة بارك الله فيكم يا مبدعين الان نمسح وننتقل الى السؤال التالي ما محيط حضيرة حصان مربعة مربعة الشكل طول ضلعها اربعة امتار ما رأيكم يا مبدعين سؤال سهل صح ولا لا تفضل يا مبدعين اجيبوه عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسعدكم الله دائما اي سؤال جينا لابد ان افكر فيه لكن التفكير ماذا متى يكون بعد ان احدد المعطيات والمطلوب صح ولا لا يا مبدعين طيب يا ابطال الان محدد ما محيط المطلوب هنا ما محيط حضيرة صح ولا لا هو المطلوب انا اوجد المحيط طيب حضيرة حصان مربعة الشكل اذا شكلها مربع هذه احد المعطيات طيب طول ظلعها اربعة امتار اعطاني كذلك طول الظلع احد اضلاعها اربعة امتار طيب بقية الاضلاع كم اطوالها يا مبدعين من يقول لي اسعدكم الله يا ابطال كل ظلع من اضلاعها طوله اربعة امتار لماذا لانا يا ابطال الحضيرة مربعة الشكل والمربع جميع اضلاعه متطابقة نذكرها صح ولا لا يا مبدعين المربع جميع اضلاعه متطابقة إذن أحد أضلاعها طوله أربعة أمتار إذن الضلع التالي أربعة أمتار والثالث كذلك أربعة أمتار والرابع أربعة أمتار طيب محيطها كم سيكون يا أبطال إذن سأقول أربعة زائدا أربعة زائدا أربعة زائدا أربعة كم سيصبح المحيط يا مبدعين أسعدكم الله ستة عشر كم ما هي الوحدة يا أبطال ستة عشر ماذا؟ سنتيمتر؟ مليمتر؟ هاي مبدعين؟ شوفوا هنا ممتازين يا مبدعين ستة عشر متر صح ولا لا؟ لأن هنا أعطاني طول الضلع بالأمتار إذن سيكون المحيط كذلك بالأمتار بارك الله فيكم حلتها بهذا الشكل يا مبدعين أسعدكم الله أبناء بناتي الآن اسمحوا لي نمسح وننتقل إلى هذا السؤال قدر مساحة كل من الشكلين التاليين حيث يمثل كل مربع سانتيمترا مربعا كل مربع على هذا الرسم يمثل ماذا؟ سانتيمترا مربعا هل تتذكرون هذا الدنس يا مبدعين؟ تفضلوا والله يسعدكم ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين وصلتوا للإجابة أسعدكم الله أبناء و بناتي طيب خلونا نتذكر بارك الله فيكم كيف نقدر مساحة شكل مثل هذا بارك الله فيكم أول شيء أقوم بعد المربعات الكاملة تبهوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عدد المربعات الكاملة ست مربعات أكتبها هنا بارك الله فيكم طيب الخطوة الثانية أقوم بعد المربعات غير الكاملة يا مبدعين هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة لدينا أربع مربعات غير كاملة إذن ماذا سأفعل بارك الله فيكم سأقوم بتقدير أن كل مربعين غير كاملين يمثلان مربعا كاملا كم سيصبح لدي من مربع كامل مربعين كاملة مبدعين أسعدكم الله إذن هنا لدينا المربعات الكاملة ستة والمربعات غير الكاملة كانت أربعة قدرنا أن كل اثنين تمثل مربعا كاملا فنتج لدي مربعين كاملة الآن أجمعها وهي الخطوة الأخيرة ستة زائد اثنين كم يا مبدعين تساوي ثمانية بارك الله فيكم لو جمعناها تصبح ثمانية إذن إجابة السؤال تقدير مساحة هذا الشكل يساوي ماذا يا مبدعين ثمانية ماذا كل مربع يمثل سانتي مترا مربعا إذن نقول ثمانية بارك الله فيكم هنا أسعدكم الله ثمانية سانتي مترا سانتي مترا فقط ونتوقف ولا نكمل مربعا أسعدكم الله هنا في المساحة دائما بعد الوحدة نذكر أنه وحدة مربعة فنقول سانتي مترا مربعا وهذه إجابة هذا السؤال سهل أو لا صعب يا مبدعين بارك الله فيكم أسعدكم الله السؤال السادس بنفس الطريقة يا مبدعين حدد عدد الخطوة الأولى المربعات الكاملة ومن ثم حدد عدد المربعات غير الكاملة قدر كل مربعين غير كاملة بمربعين كامل ثم اجمعها وستجد مساحة أو تقدير مساحة هذا الشكل تفضله يا مبدعين هيا مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم يلا اللي باقي ما وصل يبدأ يحل معي الآن نبدأ بعد المربعات الكاملة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لدينا هنا تسع مربعات كاملة إذن سأكتبها بارك الله فيكم هنا لدينا تسع مربعات كاملة طيب عدد المربعات غير الكاملة لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر لدينا كم مربعا غير كامل يا مبدعين أحد عشر مربعا غير كامل كذلك يا أبطال تبقى لدينا هذه الجزئية صحب الله لا يا مبدعين لابد أن لا نغفل أي جزئية في هذا الشكل إذن هنا المربع الغير كامل رقم اثنى عشر أسعدكم الله إذن لدينا اثنى عشر مربعا غير كامل طيب سنقدر أن كل مربعين غير كاملة تمثل مربعا كامل ولدينا هنا اثنى عشر مربع غير كامل كم سيصبح بارك الله فيكم عددها ست مربعات كاملة إذن بارك الله فيكم هنا سنضيف ستة الآن نجمع تسعة زائد ستة كم تساوي يا مبدعين خمسة عشر بارك الله فيكم ولدينا أن كل مربع يمثل سانتي مترا مربعا إذن إجابتنا لهذا السؤال بارك الله فيكم أن مساحة أو تقدير مساحة هذا الشكل هو خمسة عشر سانتي مترا مربعا وهي إجابة هذا السؤال سهلا ولا صعب يا مبدعين بارك الله فيكم أبنائي وبناتي ننتقل إلى هذا السؤال وسيكون آخر سؤال معنا لهذا اليوم بقية الأسئلة سأتركها لكم تقومون بحلها بارك الله فيكم أسعدكم الله جاهزين أسعدكم الله أوجد مساحة كل مستطيل أو مربع مما يأتي إذن بارك الله فيكم المطلوب أن نوجد المساحة نتذكر هذا الدرس بارك الله فيكم أول شيء أحدد الشكل هنا في السؤال الثامن نأخذ السؤال الثامن لدينا نحدد الشكل ما هو الشكل هل هو مربع أو مستطيل ومن ثم نتذكر كيف نستطيع أن نوجد بارك الله فيكم مساحة هذا الشكل ومن ثم نجريها جاهزين يا أبطال تفضلي يا مبدعين شكراً لكم هيا مبدعين وصلتوا للإجابة أسعدكم الله إذن هذا الشكل اللي أمامنا هو مستطيل كيف نستطيع أن نوجد مساحة المستطيل؟ من يذكرنا؟ أضرب الطول في العرض صحة ولا لا يا أبطال إذن أستطيع أني أضرب الطول المساحة تساوي أضرب الطول بارك الله فيكم في العرض إذن بارك الله فيكم الطول هنا كم يا أبطال؟ أسعدكم الله ثلاثة إذن ثلاثة العرض كم يا مبدعين؟ سبعة إذن بارك الله فيكم ثلاثة ضرب سبعة كم تساوي؟ مبدعين أسعدكم الله ثلاثة ضرب سبعة تساوي واحد وعشرون طيب ما هي الوحدة يا مبدعين؟ هيا بارك الله فيكم كيلو متر طيب ماذا أكتب هنا؟ واحد وعشرين كيلو متر فقط؟ نتذكرنا نحن نوجد مساحة إذن ماذا نقول بارك الله فيكم؟ كيلو متر مربع أسعدكم الله إذن هنا المساحة واحد وعشرون كيلو متر مربع بارك الله فيكم و نضع المربع علامة اثنين في أعلاها كما جاء في المفهوم الأساسي الذي تعلمناه نتذكر سين ضرب سين ماذا تساوي؟ بارك الله فيكم سين مرفوعة للقوة الثانية بارك الله فيكم أو نستطيع أن نقول مربع أسعدكم الله واضح يا مبدعين؟ أسعدكم الله إذن سأترك لكم من السؤال التاسع وبقية الأسئلة تتدربون عليها يا مبدعين حتى نتأكد عن مدى فهمنا للدروس السابقة التي تعلمناها إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحية والاحترام مني أنا علي القحطاني وزميلتي في لغة الإشارة للسادة الشريف الشريف في أمان الله